السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اليوم سنبدأ بفصل جديد الفصل السابع وهو ادخال البيانات وتحريرها طبعا مثل ما شفنا لا مثل ما شفنا بالدروس السابقة اخذنا كيفية استخدام عرض التصميم وشفنا انه كيف نقدر نضيف حقول ونغير نوع البيانات اتعرفنا على كيفية اضافة جداول كيفية حفظ قاعدة البيانات اتعرفنا ايضا عن كيفية تغيير خصائص كل حقل عدد الفارزة بنود السلامة الى اخره فالفصل السابع فصل كل السهل يتحدث عن ادخال البيانات وتحريرها ووفتش احنا مرينا عليه اهداف الفصل مثل ما هي واضحة عدنا ادخال استجلات ادخال استجلات جديدة هذه مجرد بس مقدمة لا اكثر ولا اقل فتركوا نبدأ بالخطوات العمل قلنا طريقة عرض التصميم تساعدني انه اضيف سمات احذف سمات اغير خصائص سمات اقدر اضيف مفتاح رئيسي مفتاح رئيسي مركب اتحكم ببنود السلامة اغير ترتيب السمات منه قبل منه و الى اخره بالفصل هذا السابع رح نبدي اسا نتعلم الطريقة اللي هي فتح الجدول تمام و كيفية اضافة البيانات فعلى مود ادخل سجلات جديدة لأي جدول انشأتها في قاعدة البيانات نتبع الخطوات الخطوات هذه تأشير الخطوة الاولى نفتح قاعدة البيانات بعدين نفتح جزء التنقل و ننقر مزدوج على الجدول المراد ادخال سجلات جديدة فيه تمام رح يظهر الناس جدول بهذه الطريقة طبعا انا جاء الأوفيس اللي عندي انجليزي عربي فيبدي من اليمين لليسار قزمي اليسار لليمين و ليس من اليمين لليسار هذا الأوفيس عربي فلذلك يبدي من اليمين تمام عدنا هذا الخط عرفنا يسمى محدد السجلات لا تنسوا هذا اللي رح نحتاجه بهذا الفصل بعدين الجدول يفتح و نقطة للإدراج تنتقل الى الحقل الاول ننتقل الى سجل الفارغ بعدين نطبع القيم اللي احنا نريدها هسا لو نمشي القاعدة البيانات هسا أنا عندي قاعدة بيانات فاتحها بالأكسل و عندي جدول واحد جزء التنقل هذا رح اجي بالكتاب شنو كاتب نوقر نقرا مزدوجا صح اللي هي هاية احنا تعلمنا عدنا طريقتين هسا صارت الطريقة الاولى شنو كنا ندير بيها بالفصل السادس اللي هو الفصل اللي مضى كنا نضغط زر الفارة الايمن بعدين نختار الامر فتح رح يظهر لي الجدول بها الطريقة هاي و انا ابدى ادخل بيانات داخل الجدول الطريقة الثانية اللي هو ذكرها بالكتاب هو نقر مزدوج على الجدول ها نقر تن مزدوجة تعمل نفس الامر و قلنا احنا منا زر الفارة الايمن عرض التصميم كنا ندخل الى تصميم الجدول و الى اخرهم للامور اللي انا ذكرتها قبل دقائق رح نبدي احنا نقرتين زين رح تكون المشيرة واقفة على اول سجل اقدر انا اتنقل للسجل اللي اريده اذا اريد اغير البيانات او اخليه على البيانات الجديدة تمام اللي هو سجل جديد و انقره هنايا و ادخل المعلومات اللي انا اريدها قلنا ليش هالسها 1500 دولار كانت موجودة في الراتب لان احنا من خلال عرض التصميم عيننا القيمة الافتراضية اذا تذكرها بالفيديو السابق كانت 1500 رقم الطالب هو عبارة عن مفتاح رئيسي و اختارنا الخصائص اللي هي ترقيم تلقائي فاول ما اكتب رقم الطالب هنا رح يظهر الرقم 10 ليش لان انا عندي ترقيم تلقائي بالخصائص اللي انا عاملها رح ندير حفظ زر الفقر الايمن رح ندير حفظ بعدين ندير اغلاق فالخطوه هاي عرب سهلة عندي نقر مزدوج او بزر الفقر الايمن وناخذ الامر فتح نجي هسه على الملاحظات الملاحظة شنو تقول الاولى في حال وجود حقل ذي ترقيم تلقائي فان رقما جديدا سيضاف تلقائيا الى السجل الجديد وهذا اللي شفنا صح؟ من انا جيت هسه هسه هنا هسه هذا السجل فارغ وعندي سجل جديد الملاحظة شنو تقول اللحظة اللي انت اللحظة اللي رح تبدي تدخل بيانات في سجل جديد بما انه انت المفتاح الاساسي احنا غيرنا الاعدادات ودرنا ترقيم تلقائي فان رقما جديدا هنا سوف يظهر وانا ما الي صلاحي اغير هذا الرقم ليش؟ لان هو برنامج قاعدة البيانات هو يتحكم بادخال هذه المفاتيح ليش؟ على مود يحافظ على سلامتها وما يخطأ اليوزر انه يكرر مفتاح او مثلا ببدال رقم 11 يكتبث معه وينسى الرقم 11 هاي المشكلة وين رح تصير عليه تابعات من انا ادير فهرسة للجداول او من انا اخلي طلاب جديدين او امسح طلاب قدماء من الجدول نفسه فالملاحظة تقول تقول بما انه انت داير ترقيم تلقائي للمفتاح الرئيسي كل ما اضيف جدول جديد او سجل جديد للجدول تبعك فرح يظهر لنا رقم جديد رح يظهر رقم جديد وهي العملية اوتوماتيكية تصير كل ما انا اضيف حق الجديد شوفوا هسا انا اضيف رقم الهاتف للطالب رقم 11 بما انه انا داير رقم الطالب ترقيم تلقائي فان رقما جديدا سوف يضاف للرقم الطالب اللي هو هذا ال 11 تمام اللحظة اللي انا اضيف بها رقم على العمود هذا او اضيف البيانات تبعتي طبعا في حال الجداول انه تكون فيها اكثر من سمة احنا نكمل ادخال كل البيانات للاخير بعدها نرجع نبدي سجل جديد الملاحظة الاولى سهلة ما بها اي مشكلة هاي اريدها الملاحظة الثانية الملاحظة الثانية شنو تعلمني يمكنك التنقل بشكل منظم بين الحقول بشكل منتظم بين الحقول وذلك بالضغط المتكرر على المفتاح تاب المفتاح تاب هو موجود في لوحة المفاتيح مباشرة فوق المفتاح اللي هو تبع الاحرف الكبيرة والصغيرة في لوحة المفاتيح هسا عني شنو عندي عندي نقطتين عندي النقطة الاولى التنقل بشكل منتظم والنقطة الثانية ضغط متكرر المفتاح تاب فمثلا شوفوا انا رح اجي هنا اللي هو الراتب هسا اريد انتقل لسجلات اللي بعدها رح اضغط تاب اذا ضغط التاب مرة رح يوديني للهاتف اذا اضغط التاب مرة ثانية رح انزل للرقم الطالب بعدين راتب الطالب رقم سبعة هاتف الطالب رقم سبعة رقم الطالب رقم ثمانية راتب الطالب رقم ثمانية هاتف الطالب رقم ثمانية هذا الانتقال يعتبر منتظم أو غير منتظم يعتبر منتظم لأن التنقل عندي يبدأ من أول سمة موجودة في السجل هذا كله وبعدين يمشي للسمة الثانية بعدين الثالثة ينتهي السمات تنتهي كلتها يمشي للسجل للحاشر فهذا يسموه انتقال منتظم إذا أنا جيت ونقرت هنا بعدين هنا بعدين هنا بعدين هنا بالماوس بالمشيرة تمام هذا يسموه انتقال غير منتظم ليش لأن أنا قاعد أنتقل من سجل إلى سجل وما قاعد أكمل كل السمات اللي موجودة في السجل فهذا القصد من الملاحظة عندما يقول الانتقال بشكل منتظم زي هسا الملاحظة اللي هي إلى كلمة لوحة المفاتيح نقطتها الرئيسية شكل منتظم وعندي ضغط متكرر زي يمكنك أيضا تعبئة الحقول في أي ترتيب وذلك من خلال وضع نقطة الإدراج في الحقل زيان هاي احنا قدرناها يعني يطل أنه نقطة الإدراج اللي هي هاي مشيرة زيان شنو يقول يقول إذا أنت ما تريد تنتقل بشكل منظم زيان وتوصل مباشرة للسجل تمام استعمل المشيرة وخلي مشيرة الإضافة على السمى أو السجل اللي أنت اللي تريده ودخل البيانات زيان هاي تفيدني شوكت إذا أنا عندي سجلات كثيرة زيان وأريد أغير رقم مثلا أريد أغير هسا رقم الهاتف للسجل رقم خمسة رأسا أجي السجل رقم خمسة هذا الهاتف السمى مالته أخلي المشيرة هنا وأبدأ أدخل الأرقام فتساعدني أنه تنقل أسرع زيان ارفاق الملفات في السجلات ارفاق الملفات شنو معناتها مثلا أنتو هسا بالواتساب أو إحنا بالإيميل من نبعث مرفق يعني مثلا واحد يخبرك يقول لك شوف رسلي صورة الكملك تبعك أو صورة الجواز بدي أفتح لك شريحة هاتف أنت ش تسوي تاخذ صورة للكملك أو للجواز وتبعث لهي على شكل صورة في الواتساب هسا شنو سويت انت درت مرفق الملف في برنامج الواتساب عدنا في الإيميل نقدر ندير مرفقات في الواتساب نقدر ندير مرفقات بالفيسبوك من إحنا نضيف تعليق ونخلي تحت صورة شنو سوينا إحنا درنا مرفق للتعليق اللي هو على شكل صورة فهنا شنو يقول لا يمكن استخدام هذه الخاصية إلا إذا كانت مثبتة بوسط برنامج مايكروسوفت أوفيس 2007 هاي الملاحظة شنو تقول تقول في بعض النسخ في بعض النسخ الأوفيس اللي هو المايكروسوفت أوفيس خاصية المرفق في قاعدة البيانات أكسس ما رح تكون موجودة فأنت لا تتفاجأ إذا ما لقيتها تمام؟ أنا هسا عندي عندي النسخة اللي هي 2016 تمام؟ ف2016 أكيد تكون بها مثبتة اللي هي نوع البيانات مرفق اللي هو هاي هذا المرفق بس هنا الملاحظة شنو تقول في بعض النسخ في بعض النسخ احتمال ما تكون موجودة فحاول تستعمل قرص التنصيب ونصب نوع البيانات أو نصب خاصية المرفق هذا كلام فاضي البقية رح نجي مباشرة لخطوات العمل زيان الخطوة الأولى انقر نقرا مزدوجا على الحقل المخصص لإرفاق الملفات تمام؟ هذه النقطة الأولى وبطريقة عرض ورقة البيانات يشارع إلى الحقل المخصص لإرفاق الملفات إلى آخره زيان عندي مربع حوار أنا رح أستخدم على مد أرفق ملفات زيان اثنين أنقر على إضافة يظهر مربع حوار بعدين ننتقل إلى المجلدات محركات الأقراص أو الدلائل اللي أنا عندي وأختار الملفات اللي أنا أريدها زيان هسا رح أجي هنا هسا أول شي قاعدة البيانات عندي أنا أول وحدة رقم الطالب اللي هو ترقيم تلقائي الثانية الراتب والهاتف هو رقم زيان هسا أنواع البيانات هاي أنا ما أقدر أدير بيها مرفق ليش لأن نوع البيانات ما يخليني أعمل مرفق الرقم والعملة والتلقائي فشنو رح أسوي على المد أن ننفذ هذا الشي رح أضيف سمة جديدة للجدول سمة جديدة وأسميها الملفات الملفات المرفقة ها وأمشي إلى نوع البيانات إلى نوع البيانات وأضغط على القائمة المنسدلة وأختار مرفق زيان أدير حفظ بعدين إغلاق بعدين أجي أفتح الجدول بطريقة إضافة البيانات أو طريقة الإدراج طريقة الإدراج كيف قلنا نسويها يا إما نقرتين بالزر الفأرة الأيسر أو بزر الفأرة الأيمن مرة ونختار الأمر فتح شوفوا شنو صار بتشوفون اللي هو شنو صار عندي هسة هاي العلامة هاي العلامة اللي هي عبارة عن مثل كلبس الورق الكلبس هذا اللي هحنا نستخدم على مدى الضم الأوراق مع بعضها تمام رأسا هاي الأيكونات كلها ظهرت لي وهناي الأيكونات الأيكونات الفوق موجودة زيان شنو معناتها هاي هاي معناتها إنه أنا هنا أقدر بهاي الحقول أعمل مرفقات أو أخلي التاجمنت هاي الأيكونات هذا الشكل أكيد مر عليكم بالواتساب أو بالفيسبوك أو بالإيميل نفس الأيكونات موجودة فمثلا هسة أنا عندي الطالب الطالب رقم تسعة تمام هسة أنا أريد أخليه لمرفقات صور بي دي أفات تقارير صحيفة الدرجات تبعة اللي تريدون صورة الشخصية صورة الطالب الجواز الرقم الوطني مالتها مثلا شهادة الميلاد أنتوا بالأول ثانوي صح؟ من تنقبلون بالأول ثانوي شنو إحنا نسوي لكم لازم لازم تجيبون شهادة التاسع شهادة التاسع مصدقة ومختومة من وزارة التعليم والخارجية اللي بيها صح ولا لا؟ زيان إحنا ساد غزوان يستلمها من عدكم بعدين يخش على المنظومة السفارة ويخش على هذا الحقل اللي هو المرفقات ينقر نقرتين شوف تنفتح مربع الحوار هذا يضغط على إضافة بعدين ياخذ الصور والبي دي أفات ويخليها داخل ملفاتكم الشخصية اللي هي موجودة على ملفات ومنظومة السفارة هسا أنا رح أمشي لسطح المكتب على ممكن نكمل الدرس رح أمشي دقيقة هذا مربع الحوار رح أختار سطح المكتب سطح المكتب هذا أنا عندي هنا الصور عندي شهايد عندي برامج عندي جدول ما الدروس إلى آخر فمثلا خل نختار جدول الأول ثانوي ها وندير فتح زي شوفوا هسا نضاف أول ثانوي نقطة جي بي جي هذا شنو هسا هذا هذا امتداد الملف امتداد الملف أقدر أنا أختارها وأدير إزالة أمسحها مثلا أنتوا عدكم صور قديمة من جيمون صور جديدة أقدر أمسح الصور القديمة وأضيف الجديدة حفظ بي اسم أقدر أضيف فتح أنقر علي نقرتين تظهر الصورة رح أضيف إضافة مرة ثانية ورح أختار جدول الثاني ثانوي زي شوفوا هسا صارت عندي ملفات مرفقة ثنيا وأضغط موافق زي شوفوا اللي صار شنو هسا برنامج الأكسس يساعد المستخدم أنه يخبره أنه في هذا المكان أو هذا المرفق شوفوا هذا رقم ثنيا رقم ثنيا شنو هذا يعني عدد الملفات المرفقة في هذا الحقل تمام عدد الملفات المرفقة هنا صفر 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 يعني ما عندي يعني ملفات هنا ثنيا يعني أنا عندي هسا موجود ملفين للطالب التاسع أقدر أمشي للطالب الثامن نقرتين سريعة أضغط على إضافة خلنختار جدول الثالث ثانوي بعدين موافق شوفوا صار رقم واحد وبهذه الطريقة فخطوات العمل هاية هي تشرح هذا الأمور ونكرر هاي الخطوات اللي هي من ثنيا إلى خمسة ونكمل ننقر على موافق بعد إرفاق الملفات في استجلات يمكنك فتح تلك الملفات ومراجعتها في أي وقت أحنا ريدين زيان كيف أني أقدر أدير مراجعة وفتح هاي الملفات المرفقة تمام رح أرجع على قاعدة البيانات زيان أجي هنا هساني كم ملف مرفقة عندي ثنيا نقرتين سريعة ينفتح تمام هذا طلع لمربع الحوار أي صورة من هاي الصور تدونوا تشوفوها الثاني ثانوي تمام شوفوا أختار الأمر فتح طلع الجدول جدول الثاني ثانوي زيان أقدر أشوف الصورة كاملة أخلص أسكرها زيان وأدير الغاء أمر أو موافق وأرجع للصفحة الرئيسية فمثلا أنا أحتاج أراجع المرفقات مثلا صوركم أرقام تليفوناتكم الشهادات مالدكم أقدر بس أمشي للحقل نقرتين أختار الملف اللي أريد هذا أفتحه وأدير فتح لا تنسون نحن نقدر نضيف أنواع من الملفات يعني مثلا نحن أختار إضافة ورح أضيف ملف بي دي اف ها هاي السي في مالتي السيرة الذاتية أنس أياد رازمي اللي هو السيرة الذاتية أول ملف صورة ثاني ملف عبارة عن بي دي اف موافق شوفوا صار عندي ملفين بملفين فبهالطريقة هاي رح نضيف مرفقات إلى قاعدة البيانات فتح الملف المرفق أول شي ننقر نقطتين مزدوجة على الحقل المرفق تمام هاي النقطة الأولى العفو هاي النقطة الأولى زيان ورح مباشرة ننقر نقرا مزدوجة على المرفق ورح ينفتح بواسطة البرنامج المخصص له زيان هسا عندي حذف المرفقات يعني مثلا أريد أحذف قسم المرفقات وأضيف مرفقات جديدة الخطوة الأولى ننقر نقرتين مزدوجة على الحقل زيان رح ينفتح لنا مربع الحوار بعدين أنقر على المرفق أنقر الأمر إزالة بعدين موافق خلنا نجي نطبقها هسا أنا عندي هنا مرفقات اثنين وهنا عندي مرفقات اثنين رح أمسح صورة منها مرفق ومنها مرفق أجي أول خطوة نقرتين سريعة أختار المرفق اللي أريد إزالته بعدين رح أختار الأمر إزالة بعدين موافق صعر واحد أجي هنا رح أحذف جدول الثالث ثانوي وأبقي السيرة الذاتية إزالة موافق تمام؟ هاي إزالة المرفقات زيح التنقل بين السجلات التنقل بين السجلات اللي احنا هستعلمناه كيف نتنقل بين السجلات نتقل بين السجلات بطريقة حفظ عندي إما أستخدم المشيرة أقدر أستخدم الكيبورد اللي هو الاتجاهات اللي هي فوق لتحت يمنى يسرى فوق تحت هذا يسمى انتقال غير منتظم إذا استخدمت التاب رح يصير عندي انتقال منتظم وأقدر أستخدم المشيرة على مود انتقل بصورة أسرع بعد هذا يسمى انتقال غير منتظم يعني الانتقال المنتظم بس في التاب وإذا استخدمت الاتجاهات أو استخدمت المشيرة زيان يسموه انتقال غير منتظم تمام؟ هذا ما عليكم بي أنا أهم شي عندي هاي نقطتين اللي هو لتعديل قيمة في الحقل زيان تعديل قيمة في الحقل شنو معناتها؟ معناتها أنه مثلا الطالب رقم 3 تمام؟ غير رقم تليفونه أنا كيف أعدل هاي القيمة؟ هذا المعناتها تعديل قيمة في الحقل زيان هسا الخطوة الأولى ننقر على الحقل المراد تعديلة داخل السجل زيان بعدين عندي آني اختيارين المفتاح دليت في لوحة المفاتيح يزيل حرف واحد من اليمين إلى اليمين والباك سبيس اللي هو هذا المفتاح يزيل حرف واحد إلى اليسار مؤشرات الإدراج زيان يعني هسا دليت مفتاح الدليت يمسح من اليمين أو يزيح الكلام لليمين ويمسح والباك سبيس اليسار نجي نطبقها هسا عندي هذا الرقم تمام هسا إذا ضغطت دليت شوفوا شنو رح يصير شوفوا المسحة التسعة ليش؟ لأن الدليت تمسح من اليمين هسا إذا ضغطت دليت مرة ثانية رح يمسح رقم ثانية وإذا ضغطت دليت مرة ثالثة رح يمسح الرقم ثلاثة زيان هسا أريد أمسح الصفر لازم شنو أضغط أضغط المفتاح باك سبيس ليش؟ لأن الباك سبيس يمسح من اليسار هسا أريد أمسح الخمسة باك سبيس أمسح الخمسة باك سبيس وضع طريقة هاي فعندي أنا عن مودة أعدل القيمة الموجودة في الحقل القيمة الموجودة في الحقل عندي الدليت يمسح من اليسار والباك سبيس يمسح من اليسار المشيرة تمام؟ فالمثلا هساه اجي هنا أريد أمسح ثلاثة خمسة هاي الرقمين اللي أنا واقف في النص وأخلي الرقم صفر صفر لأن هو غير الطالب غير رقم تليفونه على مودة أمسح زيام الثلاثة زيام صار على اليسار من المشيرة فلازم أضغط Backspace وعلى مد أمسح الخمسة الخمسة كيف صايرة على يمين المشيرة فلازم أضغط المفتاح Delete بعدين أدخل 00 تمام؟ غيرت رقم الهاتف هسه فهذا الشيء طبعا لازم تعرفوه لأننا سنحتاجه كثيرا بتغيير الأسماء إضافة لقب إلى آخره سنقوم بحفظ الجدول طبعا على مد التغييرات التي حدرناها تحفظ هسه هاي الملاحظين المهمة قلنا التنقل بين السجلات عرفنا وأخذنا تعديل القيمة في الحقل أخذناها تمام؟ زي ولحذف قيمة موجودة في الحقل زي هسه أنا هناك كنت أحذف حرف حرف صح؟ أحذف حرف حرف ما كنت أحذف الكلام كله هسه إذا أنا أريد أحذف القيمة كلتها أول خطوة أحدد القيمة وثاني خطوة أضغط المفتاح Delete رح أصعد هنا أول حاجة أجي هناك هسه أنا أريد أمسح هذا الرقم أضغط المفتاح Tab هسه أضلل الرقم كلته أقدر مباشرة أضغط المفتاح Delete انمسح الرقم كله شفتوا؟ فبهذا الطريقة هاي فمثلاً أريد أنا أمسح راتب الطالب رقم عشرة ها أجي هناك زين؟ أقدر أضلله وأقدر أنقر نقرتين سريعة هسه مو تضلل الرقم كامل رح أضغط على المفتاح Delete انمسح الرقم كامل وأدخله راتب جديد صار 440 دولار أو يورو إلى آخره فهنايا إحنا نعمل على تعديل قيمة ورح نعملها على شكل حرف حرف زين إحنايا لحذف القيمة لا القيمة كاملة تحذف مش حرف حرف تمام حوايبي؟ زين هاي التأشيرات بس أنا أريدها اللي هو أهم شيء Delete والBackspace حرف السجلات هسه منتعلمنا كيف نعدل قيمة في السماء وكيف نحذفها كلها اتعلمنا كيف نضيف مرفقات وهالأمور هاي زين هسه اتعلمنا كيف نغير قيمة في سجل كامل صح؟ زين يأما تعديلها أو يأما حذفها بكاملها زين الموضوع الوراء حذف السجلات حذف السجلات شنو معناته؟ معناته هذا السجل كامل هذا رقم 6 كله يمسح هو ومعلوماته والرقم وكله كله يروح بحيث يصير عندي رأسا خمسة ويروح إلى سبعة زين طريقة العمل طريقة العمل سهلة مرة زين هسه لحذف السجلات ها اول خطوة نضغط على المفتاح التحول اللي هو شفت فيه لوحة المفاتيح مع استمرار الضغط انقر على السجل الأخير من المجموعة المراد تحديدها تمام زين هسه الخطوة الأولى أنا لازم أضغط على المفتاح شفت زين الخطوة اللي بعدها أحدد السجل الأول وأحدد السجل الأخير زين وبما أنه أنا ضغط المفتاح شفت السجلات اللي موجودة كلها رح تتحدد يعني مثلا أنا هسه أريد أحذف من السجل رقم ثلاثة إلى السجل رقم ستة حلول هنا تمام زين حسه أنا رح أضغط شفت رح أضغط شفت العفو شفت وأحدد المفتاح سجل ثلاثة زين شوفوها تحددت كلتها زين أنا أريد إلى المفتاح أو السجل ستة زين بهذه الطريقة هاي دقيقة لازم أغيرها ها ستة ثلاثة فحنا شنو نسوي نحدد السجل الأول نضغط الشفت نضغط الشفت ونحدد السجل الأول زين هسه تريدون إلى أي سجل نمسح ستة سبعة ثمانية أوكي خلنختار تسعة هسه أنا مو ضغط على المفتاح شفت وحددت السجل الأول تمام رح أنزل للسجل تسعة وأحدد السجل بما أنه أنا ضغط مفتاح الشفت اللي هو مفتاح التحول في لوحة المفاتيح برنامج الأكسس يعرف تمام ورح يحدد كل السجلات المحصورة بين رقم ثلاثة ورقم تسعة زين رح أعيدها أول خطوة أول خطوة نحدد السجل اللي إحنا نريد نبدأ عملية الحذف من عنده زين رح نحدد السجل رقم ثلاثة حددناه هسه أضغط المفتاح شفت والسجل الأخير اللي عنده تنتهي عملية الحذف ها فهو برنامج الأكسس رأساً يعرف رح يختار ثلاثة أربعة خمسة زين هسه يا أستاذ سؤال إذا أنا أريد أمسح متفرق إذا تمسحون متفرق لازم تمسحون بيديا كوم كيف يعني؟ يعني مثلاً إذا أنا أمسح السجل الأربعة وستة وتسعة أجي على الأربعة وأضغط على محدد السجل زر الفقرة الأيمن وأدير حذف بعدين أمشي للسجل ستة وأدير حذف وأمشي للسجل عشرة وأدير حذف الشفت هنا ما رح يشتغل فرح نجي الراجحة هسه دقيقة أول خطوة قلنا نحدد السجل للأول بعدين نضغط على المفتاح شفت هاي الخطوة الثانية والخطوة الثالثة أضغط على السجل الأخير بما أنه إحنا ضغطين المفتاح التحول اللي هو شفت برنامج الأكسس شون رح يسوي رح يضلل كل السجلات اللي موجودة بين السجل الأول والأخير اللي إحنا اختارينا وإذا ردنا نحذف بطريقة متفرقة لازم إحنا نحذف بدينا يعني مثلاً أربعة أجي على محدد السجل وأضغط زر الفقرة الأيمن وأدير حذف وبعدين أجي على السجل سبعة وأدير حذف والسجل رقم عشرة وأدير حذف إذا احنا حددناها كلها طبعاً الطريقة رح تكون أسهل أختار السجل أضغط المفتاح شفت أنزل للسجل الأخير برنامج الأكسس حددها كلها أجي هناك وأضغط زر الفقرة الأيمن وأدير حذف السجل رح يحذف لياها كلتها تمام؟ زي فهاي اللي هي حذف السجلات رح نضغط على المفتاح delete عم نقدر نضغط على المفتاح write click وش اسمه نحذف السجلات حما ما في المشكلة زي بعد ظهور الرسالة التحذيرية ها عدي هسا عني رسالة تحذيرية ننقل على نعم لإتمام عملية الحذف تمام الرسالة التحذيرية اللي هي هاي هاي زي الحذف شنو مشكلته إذا نقرت على نعم لن يمكنك التراجع عن عملية الحذف هذه تمام يعني احنا من نحذف سجل زي شوفوا هسا عندي سجل هسا هذا الرقم صح زي أنا رح أضيف رح أمسح وأضيف كم رقم ها زي بهالطريقة هاي هسا أنا غيرت الرقم ولا لا غيرته زي أقدر أتراجع عن هاي العملية طبعا أقدر أتراجع شوفوا أكو هذا الأمر تراجع اللي هو هذا تراجع مكتوب عليه هسا من أضغط عليه ركزوا على الرقم اللي أنا غيرته شوفوا رجع زي ما هو تمام هاي شنو هسا اللي سويت أخف أخطأ في إدخال البيانات أتراجع عن عملية الخطأ مالتي عندي عملية الحذف اللي هو حذف للسجلات إذا درتها ما أقدر أتراجع عنها بعد يعني هسا مثلا شوفوا هذا المثال هو أحدد محمد وهذا السجل وحدد هذا وحدد هذا واختار الأمر حذف للسجل تمام إذا هسا حذفت وإنتوا ضغطوا على الأمر نعم أنا ما أقدر أنا ما أقدر أجي وأدير تراجع هاي الملاحظة مهمة تخلوها في بالكم زين حبايبي هذه حصة اليوم وإن شاء الله نلقاكم بدرس جديد يا رب الله يحفظكم ديروا بالكم على نفسكم يا عيني ولا تنسوا نتقشرون هاي التأشيرات كلها في الكتاب شكرا جزيلا